كابتن مبنال ألف مبروك في المجمل زي ما قال لكابتن رسامة نادي الأهلي تفوق لعباً ونتيجاً معه دي حقيقة كنا أنا في بداية الأستوديو قلت إحنا زعانين الماتش اللي فات من الهزيمة لكن ما كناش قلقانين عشان أداة نادي الأهلي كان جايد أداة نادي الأهلي كان جايد الموراة اللي فاتت في فرص اطيحت كثيرة جداً للنادي الأهلي صنعنا فرص كثيرة جداً استحوزنا بشكل كبير ولكن ما قدرناش نترجم النهاردة قدرنا نترجم كابتن رسامة النهاردة في أول 30 ثانية لقلي بيسجل بعدها بلقيتين بيسجل بيسجل هدف الثالث فيه فرص اطيحت للنادي الأهلي بحقي لعيبت النادي الأهلي نهاردة بشكل كبير جداً وكمان بعذر مسماني النهاردة بتبقى فيه عندك مشكلة كبيرة جداً لو فيه خط من خطوط نفوش انسجام خاصة خط الدفاعي انت ممكن تلعب بالجانب الأمامي أو الخط الأمامي ممكن تعتمد على إمكانات ومهارات اللعيبة لكن في الخط الخلفي انت محتاج لعيبة بتلعب مع بعض باستمرار عشان خطر يبقى عندهم انسجام لان الحتة اللي قدام بتعتمد على المهارة بتعتمد على إمكانياتك على زكائك على مدى قدرتك في تسجيل الأهداف لكن الحتة الخلفية الخط الدفاعي بتحتاج ان العيبة دايماً يكونوا جنب بعضك كابتن رسامة عشان يبقى فيه انسجام عارفين بعض التركيز اللي وقفة الصح ازاي المدير الفني بيحفز كتير جداً العيبة اللي تلعب في الخط الخلفي عشان كده أنا بعذر فرقة النادل اللي بعذر مستر مسماني لان طبعاً تا كل مباراة عطاقت بتلعب يعني الخط الخاف الرباعي الخلفي كل مباراة بتلعب بواحد جديد يعني النهاردة ساعد سمير قبل كده رومي ربيعة مع بنون أحمد نبي الكوكا أحمد بيكا من النهاردة برضو بيغير فالنهاردة عندك مشكلة في الحتة الخلف لكن مجملاً الهل النهاردة أداء جيد جداً استغلالك للفرص خلاك تبقى هاد الشوط التاني صح ما خلاش عندك التوتر ما خلاش عندك مداش فرصة الانبي انهو يبقى عندهو المساحات اللي بيشتغل فيها انت اللي بقى عندك المساحات لان انت اضطرت فرية امبي ان هي يعني تبقى عندها زيلة نائفة بالتالي تسيب مساحات في الخط الخلف بتاعها لالقالي كممكن نسجل برضو الشوط التاني لولا برضو انا مش بشوف انها سوء توفيق ولكن سوء استغلال الفرص في اكتر من كرة اتيحت واحدة الطاهر واحدة الصلاح محصن كممكن نسجلها اداء فيها واحدة الصلاح محصن واحدة الصلاح محصن وصلاح ديكاسفها لجدن واحدة الافشة طبعا كممكن نسجل اداء فيها في الاهلي النهاردة شوط اول جيد جداً جداً شوط التاني لأهلي برضو اداء لا اداء جيد من وجهة ناصر كما اتيحت لك فرصة انك تسجل والخصم لم يسجل الا من خلال راك للجزاء فاعتقد كده يبقى اداء الجيد بالنسبة لي بإذن الله